اهلا ميكم وصفة جديدة وشايمة دياب وشو ما كيتشين النهاردة هنعمل ساندوشات الترند ساندوشات التورتية اللي مغرقها السوشيال ميديا في انستجرام وتيك توك النهاردة هنعملها بقى بفكر جديد وشكل جديد وكمان هنعملها بالشكل الكلاسيكي المعروف اللي شفتوه على السوشيال ميديا شايفين هنعمل اربع حشوات مختلفة وحشوة بقى جديدة دي من فكرتي انا يلا بينا نشوف الطريقة وشاركوني في الكومنتات ميكساتكو اللي بتحبوها انا هوريكم الميكسات اللي بحبها وانتو كمان شاركوني يلا هنقول بسم الله اول حاجة بقى ده الساندوش الفضيع ده الغبار هنحط بيتين وعليهم رشة من الملح وكمان هنضربهم بالمضرب اليدوي اضرب 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 لحد ما يضربوا كويس معايا وبعد كده هنحضر بقى طاصة سخنة فيها مكعب زبدة وحاولي تخلي الزبدة تغطي كل الطاصة من كل الاتجهات علشان مفيش حاجة تلزق معايا البطين بقى هنزلهم في الطاصة السخنة ونسيبهم شوية كده لحد ما حس كده ايه ان البيض ابتدى يمسك شوية هنزل بقى بعيش التورتية عيش التورتية انا قسمته كده الاسمة اللي انتو شايفينها كده من عند من النص كده زي الساندوشات تريند اللي بتتعمل بس احنا زودنا عليها مرحلة البيض دي شايفين اول ما البيض مسك كده وعمل لي كده قرص كامل هبدأ ان انا نقلبه يلا نقلب اوبا اتبهدلت لا ما تخافيش ما اتبهدلتش انت اعدليها عادي مفيش مشكلة انا كنت هنا بتطمن على القطع اللي انا كنت قطعها في العيش هبدأ بقى اقسمها عادي جدا زي الساندوشات التريند او الساندوشات المشهورة على التيك توك والانستجرام هنحط بقى الاربع حشوات في كل ربع خد يبالك النار تكون بس متوسطة علشان العيش ما يتحرقش معي حطيت هنا روز بيف وشيدر احمر وبعد كده هحط بقى خيار مخلل شرايح وبعد كده جبنة موزرلة او جبنة مشللة انا بحب الجبنة المشللة الجبنة دي جبنة سوري بيبقى طعمها احلى من الجبنة الموزرلة وكمان بتموت اكتر خلاص كده الساندوش بتاعنا بقى جاهز هنبدأ بقى نقفله القفلة المعروفة هتقفلي كل ربع على التاني او زي ما انتو شايفين يبقى شكله عامل زي الكريب شوية هنا بقى هبدأ اضغط عليها كويس قوي علشان الجبنة تسيح معايا وعلشان كمان يتحمر العيش معايا وياخد لون حلو شايفين ما قدرش اقول لكم بقى العيش ده او الساندوش ده وهم 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 ينفع عشاء وغدى وكمان فطار بجد نذيذ لازم تتجربوه طحفة شايفين قدميه بقى حلو جدا جدا لازم تتجربوه بجد واو يلا نشوف بقى الاختراع والميكس التاني برضو نفسي لايش هقسمه الاسمة المعروفة اللي انا بقولكو عليها هتقسميه اسمة كده بحيس لما تيجي تتني الربع يبقى بنفس مقاس بالزوت يوصل يعني كوتر الدايرة يوصل ليه اول حاجة ده بقى الساندوش العالمي المعروف عندنا كلنا من احنا صغيرين جبنا فيتا طماطم وخيار وفلفل شوفوا سهل ازاي حلوة قوي قوي اهو كده بقى جاهز معايا الميكس التالت بقى نفسي ايش وحنفتحه الفتحة دي وهنحط بقى الميكس ده روعة 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 انا بحبه جدا جدا انا حبيت اقدم لكم الحاجات اللي انا بحبها جدا بطاطس محمرة عادي خالص محطوط عليها شوية ملح وبعد كده جبنا رومي وشرايح يار وشرايح حلو بينه فلفل يعني بس كده انا بحب الساندوش ده جدا بحب البطاطس بجبنا رومي انا عموما بحب الساندوشات اللي فيها ميكسات وبحب بحط حاجات على حاجات كده فساندوش ده كان بالنسبالي يعني حللي حاجات كتير ولبالي كل رغباتي يلا بقى الميكس اللي جاي هنا بقى جبنا كريمي او مايونيز يعني انا بحبهم بالطريقتين جبنا كريمي او مايونيز وتونة بس صفحة التونة كويس من الزيت انا اختها بالشوكة كده وهنحط بقى شرايح من الخيار وشرايح من البصل ولو في بصل اخضر هيبقى وخلاص الساندوش ده كده تقفل معايا تعالوا بقى للميكس الخامس والاخير قطعنا لعيش برضو دي لحمة بردة او لحمة روستو شرحتين كده وشوية بطاطس وخيار مخلل وشوية جبنة موزرلة او جبنة اي نوع جبنة سوري او اي نوع جبنة بيمط وقفلناه هنيجي بقى للخطوة الاخيرة خلاص احنا عملنا الساندوشات دي وحققناها على جنب هنيجي بقى هنعملها من غير التوست ميكر هي بتتعامل في التوست ميكر علشان تضغط اوي الساندوشين احنا هنا هنعملها على التواصل جريل وحجيب طبق كده واضغط كويس اوي شايفين عملت نفس اللي بيعمله التوست ميكر حطي دهنا التواصل حطتيه وضغطنا بالطبق وعملنا كده للاربع ساندوشات وتلعب الشكل النزيز ده مفيش اسهل من كده مفيش اسهل من كده بجد حشوات وميكسات حلوة جدا جدا تقدري انت تشكلي الاربع اجزاء عندك او الميكسات اللي تحبيها انا بحب ميكسات كتير يلا شاركوني بميكساتكو وقولولي ايه الافكار تقدري تدخلي افكار كتير قوي بالمتوفر عندك وتعملي ساندوش حلو جدا تقدري تعمليه باي نوع عيش تاني مش لازم العيش ده لعيش الابيض والعيش البلدي بتاعنا وتقدري تعملي كمان برؤية طريف تقدري تقدري تقدمي افكار وتحطي وتشكلي يارب الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو عملوا لايك وشير اشتركوا في القناة